فضيلة توفيق عبد العزيز أو أبل فضيلة أعلامية تركت اسمها بحروف من نور علمت الأطفال الكثير من المبادئ والقيم وحكت لهم مزيجاً الحكايات بصوت داعب خيالاتهم اليوم ورية جثمانها أثر في كندا بعد رحلة حافلة وتراث لا يقدر بثمن فمن تكون رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بأبل فضيلة عن عمر الناهز الرابع وتسعين عاما نعتها ابنتها ريم إبراهيم على موقع التواصل الاجتماعي قائلة ادعو الأم بالرحمة البقاء لله توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز أبل فضيلة وكشفت ريم أن صلاة الجنازة على الإذاعية الشهيرة سوف تقام يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من مارس عقب الصلاة في مدينة بيكرينج بكندا من هي أبل فضيلة؟ اسمها الحقيقي فضيلة عبد العزيز ولدت لأب مصري وأم تركية كانت رتيبها الأول بين ثلاث بنات وولد وهي شقيقة الفنانة محسنة توفيق درست في مدرسة الأميرة فريال وكانت من بين زميلاتها الفنانة فاتن حمامة وكان والدها سكرتير المدرسة التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة تحقيقا لرغبة أسرتها كان من بين زملائها في الكلية الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق عملت فضيلة بالمحامة لمدة 24 ساعة فقط فبعد تخرجها عملت في مكتب حامد باشا زكي والذي كان يشغل منصب وزير المواصلات حاولت فضيلة الصلح بين الخصوم في إحدى القضايا وعندما علم حامد باشا عتبها قائلا مهنتنا تعتمد على الخلافات وأنت لا تصلحين للعمل بها في عام 1953 قابلت الإذاعي بابا شارو وعربت عنمنيتها في العمل الإذاعي وبرامج الأطفال بشكل خاص وبالفعل قدمت أوراقها وتم تعينها مديعة لنشرة الأخبار وتدربت على يد الأستاذ حسني الحديدي مع بداية البث التلفزيوني عام 1959 انتقل بابا شارو للعمل بالتلفزيون فتحقق حلم فضيلة فقد تم اختيارها لتحل محله في تقديم برنامج غنوة وحدوتة وفضلت أن تكون بمثابة أخت كبيرة للأطفال وتلقب بابلا بدلا من لقب ماما الذي كانت تختارهم وذيعات برامج الأطفال آنذاك من أشهر الحواريث التي قامت بما عجزت عنه النصائح من أشهر الحواريث التي قامت بما عجزت عنه النصائح حكاية عم الغلباوي وحكاية الكسلان وحكاية كوب اللبن وحكاية أشتر الشطار وغيرها من الحكايات أرحلت قبل فضيلة ولكن حكاياتها لسه موجودة في كل بيت وتقدر تعيش لألاف السنين البقاء لله ترجمة نانسي قنقر